احتضنا النادي الثقافي العربي في الشارقة ندوة حوارية أدبية شهدت حضورا واسعا للعديد من الأدباء والمهتمين وذلك بمناسبة تدشين رواية الشيخ فرح طبعا هذه الرواية للكاتب والأديب الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي رئيس تحرير مجلة الرافد والتي جاءت مصاحبة بمعرض لمجموعة من الأعمال اللونية الفنية التشكيلية الرائعة زميلة عبير جلال حضرت وأعادت لنا هذا التقرير نتبعه سويا لكل كاتب سردي أسلوبه الأدبي المميز ولكل رواية عناصرها المشوقة بأحداثها الواقعية أو الخيالية التي تنفرد بها لتحكي وتروي أحداثها ووقائعها وصراعها في بقعتها الزمنية والمكانية المستحضرة وفي هذا السياق احتضن النادي الثقافي العربي في الشارقة ضمن فعالياته الثقافية الأمسية الثقافية الفنية التي تضمنت ندوة أدبية حوارية بمناسبة تدشين رواية الشيخ فرح والتكتوك حلال المشبوك للكاتب الأديب اليمني الدكتور عمر عبد العزيز رئيس تحرير مجلة الرافض رئيس مجلس إدارة النادي وقد شهدت الندوة حضوراً واسعاً للعديد من الأدباء والكتاب والإعلاميين وقد أدار الندوة الكاتب عبد الفتاح صبري الدكتور عمر عزيز دائماً يتنكب بعض الشخصيات الغرائبية في المجتمع العربي ليحدثنا من خلال هذه الشخصيات عن مشهدية المجتمع الاجتماعي والبيئي والأعلاقات الإنسانية في هذا المجتمع فهذه الرواية ربما فنياً هي رواية تقريبية صحب الندوة المعرض التشكيلي الفردي الأول للفنان الدكتور عمر عبد العزيز والذي حمل عنوان النص والصورة كامتداد لحالته التأثيرية بسرديته الأدبية وقد عكست مجموعة اللوحات التشكيلية اللونية حالاتها الروحانية المستلهمة من المناطق المتصوفة في السودان من خلال ديمومة حركة الطبيعة والشجرة بمختلف تفاصيلها كموضوع واحد يكرر شخصية الشيخ فرح والتكتوك تحديداً الشخصية الشهيرة في السودان الشخصية التي تحتبر إرس وتاريخ شخصية الرجل الزاهد الرجل الحكيم ومنذ الطفولة نحن في المناهج في السودان عندنا الأمثال والحكم حق الشيخ فرح والتكتوك تناول الكاتب حكاية الشيخ فرح وسيرته المستندة على جملة من الحكايات الشعبية نتيجة لارتباطه بكثير من الأصدقاء السودانيين طوال إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة لينسج عبر سردية عوالم مختلفة اختلطت فيها الواقعية بالعديد من الأمور الأسطورية هي طبيعة جميلة يعني فيها مناظر بعضها لنخل وبعضها لأشجار أخرى سماوات مفتوحة على التفكير وعلى الروح والشفافية وهذه نقاط يعني يحتاجها المتصوف عموما الانسان الذي يرى بالعين الثالثة يحتاج لهذه الشفافية اللي يرسم لها أو التقط لها بعض اللوحات الشيخ فرح والتكتوك حلال المشبوك يرجح أنه عاش في القرن السابع عشر الميلادي بمنطقة سنار في جنوب شرق السودان فهو فرح بن محمد بن قدور بن عبدال بن عبدالله بن محمد الأبطح بن قبيلة البطاحين ولقبه والتكتوك نسبة لصفة شعبية اقترنت بإجادته قراءة وحفظ القرآن الكريم فقد كان يختم القرآن في رابعة من النهار ولسويعات قليلة كأنه يتكتك كما لقب بحلال المشبوك لقدراته الخارقة في حل ما يبدو مستعصيا وقد كتب عنه الكاتب بوصفه تعبيرا بليغا عن الوسطية والتسامح والحكمة تفاصيل أكثر مشاهدين طبعا نحاول هذه الرواية رواية الشيخ فرح والتكتوك للكاتب والأديب الدكتور أمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي ورئيس تحرير مجلة الرافد يصرنا طبعا ترحيب به هنا معنا في الستوديو في هذه الليلة أهلا وسهلا بي حضرتك مرحبا أهلا وسهلا يعني ملفة انتباهي في التقرير حقيقة أحد الأدباح إنما قال الدكتور أمر عبدالعزيز دائما يفاجئنا بشخصيات غرائبية في رواياته نقف ونضع عشرة أسطر تحت هذه الجملة ونتحدث بشيء من الإسهاب إذا سمحت لي عن الشيخ فرح من هو الشيخ فرح وكيف عرضته حضرتك للجمهور أولا فيما يتعلق بقرائبية الوجود هي مسألة كانت وما زالت مستمرة بمعنى آخر أن هناك في العالم ما يتجاوز المعقول إلى المعقول ما يتجاوز المرء إلى المرء ما يتجاوز الظاهر إلى الباطن هذا أمر حقيقي في التاريخ ولهذا السبب عندما نتحدث في إطار رواية سيرة ذاتية أو سيرة غيرية سيرة ذاتية للغير أو سيرة ذاتية للأن الفرد ففي هذه الرواية يكون هناك تمحوا رحول شخصية مركزية وهذه الشخصية المركزية التي تتمحوا رحولها الرواية أو النص السردي هي شخصية على صلة بمكان وزمان محددين ولكنها أيضا في نفس الوقت تحتمل أن تكون متجاوزة للمكان والزمان واختياري للشيخ فرح واختيار رمزي في حقيقة الأمر لأن هذا الرجل مثله مثل كثير من الأسماء والرموز في التاريخ الذين كان لهم دور إيجابي فيما يتعلق بتحقيق التوازن المجتمعي من خلال التسامح ومن خلال القبول بالآخر ومن خلال النسيان ومن خلال العفو عند عد المقدرة وكثير من الأشياء وبالتالي نحن في كل الأحوال هذه الحالة من الاستدعاءات الضمنية مثل هذه الرموز تنطوي على أننا ما زلنا كما كنا منذ الأزل مثلنا مثل كل شعوب الأرض نبحث عن خلاص لأن الوجود الاجتماعي والوجود الحياتي هو وجود مفعم بكثير من المفردات السلبية وكثير من الأشياء السلبية ولكن ليس الأمر بالنسبة لي هو فقط هذا البعد الرسالي إجاز التعبير ولكنه محاولة الدخول في عالم الرواية السردية المرتبطة بالأنا أو المرتبطة بالغير بمعنى آخر الرواية السير ذاتية هذا النمط من الكتابة الرواية هو النمط رأسي في الكتابة ليس نمط أفقيا وأقول أنه نمط رأسي لأنه يعتمد على شخصية مركزية والجانب الثاني يعتمد أيضا على الاختزال وعلى فن استخدام اللغة وعلى التقطيع المنتاج الذهني إجاز التعبير وهو أمر قد يفسر من قبل البعض بأنه تغريب وقد يفسر من قبل البعض الآخر بأنه تجريب وهذا ليس فيه عيبا التجريب والتغريب كلاهما أساس مكين للكتابة الأدبية الفنية ولحتى النص الفني بحد ذاته ومن هذه الزاوية أنا حاولت أن أعمل معرض موازي الحقيقة هذا ليس هو المعرض الشخصي الأول أنا معرضي السابقة كانت في اليمن نأتي المعرض بعد قليل دعنا الآن مع الشيخ فرح تحديدا حضرتك حاولت أن توصل لنا بقدر المستطاع فكرة الرواية وكافية والأسلوب الأدب الذي حضرتك كتب فيه الرواية ولكن حتى نبسط أيضا الأمر بالنسبة لسادة المشاهدين أن الشيخ فرح الذي قصدته في الرواية هو رجل حكيم ينتمي إلى السودان تحديدا نعم وكان الناس يلجؤون إليه لكي يستمدون منه الحكمة الرأي المشورة وإلى آخره وكأنك هنا دكتور تريد أن تشير بشكل مباشر إلى ثقافة ما سادت ولازالت سائدة في مجتمعاتنا العربية وفي ذلك المجتمع أنه هو التعلق أو الإيمان بالشخصيات الحكيمة أو الشخصيات الخارجة عن المألوف إذا جاز للتعبير من حيث التفكير أو من حيث القدرات أليس كذلك؟ نعم بطبيعة الحال هذا وبقصدته والحقيقة أن المملكة السنارية التي كانت أنا إذن أو دولة الفونج كما يسمونها كانت تمثل حالة تعايش بين الأنساق الثقافية والأنساق العرقية المختلفة حالة تعايش مثالي وهذه الحالة من التعايش المثالي هي الحقيقة الجوهرية في تاريخنا الخاص ولهذا السبب هذه الحالة هي التي ترد ردا بليغا على ما هو طارئ في هذا الزمن الحياة إنجاز التعبير هذا الزمن الحياة الذي نشهد فيه استقطابات ونشهد فيه تنافرات ونشهد فيه أيضا إحياء لكثير من النعرات الضيقة والصغيرة الحقيقة أن الجوهر الأصيل في المعادلة السودانية كما هو الحال في عديد من البلدان العربية وغيرها الجوهر الأصيل هو تعايش الأنساق الجوهر الأصيل هو التنوع الجوهر الأصيل هو الحالة التي يتمثلها الشيخ فرح وأمثاله من الناس من الذين كانوا موجودين وما زالوا حتى الآن موجودين في أفق الماء أستسمحك عذرا لكن هذا مضمون نعم أستسمحك عذرا سوف نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى لاستكمال حضرتك تبعا التفاصيل أكثر عن الشيخ فرح وهذه هي الرواية الرائعة بعد الفاصل مشاهدين أنا بحضراتكم مشاهدين كرام واللزنة وسمرين مع الأديب والكاتب والفنان دكتور عبدالعزيز نناقشه طبعا في إصداره الأدبي الجديد الشيخ فرح قبل الفاصل كنا نتحدث بشكل فيه نوع من أنواع التفصيل إذا جاز للتعبير عن هذه الشخصية الحكيمة وبعدها الثقافي والاجتماعي كما أشرت حضرتك كنت دائما أو أتها في أكثر من مرة بأن حضرتك تريد أن تشير إلى جزئية التعايش الإنساني والاجتماعي من هذه القصة هذه الرواية تجربتي في الرواية السيرة الذاتية هذه هي التجربة الرابعة الحقيقة أنا عملت الحمودي ثم مريوم ثم النسيان ثم الشيخ فرح وبالتالي كل هذه التجربة هي عبارة عن مصفوفة رواية سردية تدخل في إطار أدب السيرة الذاتية وأدب السيرة الذاتية هنا الاختيارات فيها ليس اختيارات ترتبط فقط بالمتصوفلين والصوفية المتروحلين ولكن أيضا أسماء أخرى عادية وبالتالي على سبيل المثال في رواية الحمودي الحديث عن مهاجر على درب الحنين والأنين في مريوم هي حديث عن فتاة كانت مجذوبة لكن هذه الفتاة المجذوبة كانت تمثل حالة اجتماعية من جهة وكانت تمثل أيضا كثير من أشياء الأحكام القيمة الصعبة في المجتمع تجاه هذه الإنسانة ولكنها كانت رائية لأمور معينة في النسيان هو حديث عن شخصية أكروفاتية إنجاز التعبير قادر على اللعب على كل الأطراف وعلى كل الحبار ولكنه في نهاية المطاف يوقع بشر أعماله وفي رواية الشيخ فرح حديث عن رجل متروح وسطي هادئ ينظر الأشياء بتؤدة وبعقدية هادئة بالتالي التجربة هي تجربة فنية أدبية بالدرجة الأولى قبل أن تكون دلالية مهمونية لأن الرافع الكبرى في العمل الأدبي مثل أي عمل فني آخر هو النسق هو النسق البنائي والنسق الحكائي والنسق الدرامي كل هذه الأنساقية والنسق اللغوي مهم جدا لأنه النسق اللغوي خطير فيما يتعلق برواية السيرة الذاتية أو برواية السيرة الغيرية فهذه الأشياء هي لما تلمسه في مثل هذه الكتابات والحقيقة أنني هنا وفي هذا المحطة على وجه التحديد حاولت أن أعمل نوع من التراسل بين النصوص سواء على مستوى النص المكتوب حيث تجدين الشعر والنص السردي المشعرا بالمعنى الواسع للكلمة والنص الوصفي والديالوج والمونولوج وأيضا البوليفونيزم في الحديث والتعبدية الأصوات بقدر ما بالمقابل نص بصري هي عبارة عن جملة بصرية واحدة وهذه الجملة البصرية الوحدة تعني تماما لوحة في لوحات تعني تماما نص سردي بصري نص سردي بصري طب إذا كان النص سردي بصري ما إن شاء الله حينما واحد يقرأ النص لما كان هناك معرض مزامن أيضا بصري للرواية لهذا السبب ما هو أن المعرض المزامن هو معرض مستوحى من روح الرواية من جهة لكنه فيما يستوحي عناصره من روح الرواية لا بد أن يحلق في فضاء التشكيل الصرف وفي فضاء التشكيل الصرف من خلال جملة بصرية واحدة أي تعددية العناصر في أفق التنفيذ مع واحديتها فالعمارة والشجرة واللاندسكيب أو البيئة المفتوحة وتقلبات الطبيعة كل هذه الأشياء هي الأساس المكون لهذه المنظومة من الأعمال تصل إلى حالة 21 لوحة لكن في نهاية المطام هناك روحية واحدة في هذه المنظومة وهذه الروحية مستمدة من ما يمكن أن يسمى بالطاقة المفاهيمية لأنني لا أعرف السودان تفصيلا ولا أعرف المنطقة التي كان يعيش فيها الشيخ فرح تفصيلا ولم أزرها لكنني بالمعنى المفاهيمي للكلمة ومن خلال علاقتي التثاقفية بالثقافة العربية بالمعنى الأفقي بما في ذلك الثقافة ذات الخصائص السودانية في التشكيل وفي الموسيقى وفي الشعر وفي السرد وغيرها من الأدب هذه المسألة هي التي تسعفني في أن أتخيل وأن أصور وأن أعبر عن هذه المسألة في أفق يتسم بالتجريد التعبيري أو بالتصوير الواقعي التعبيري في آن واحد تجريد من جهة وتصوير الواقعي التعبيري من جهة أخرى باستثناء ظريح الشيخ الذي نسمته بمصورة فوتوغرافية عادة ذلك كل الأشياء هي تصورية خيالية مفاهيمية حدثنا عن المصادر دكتور بمأنها هي شخصية واقعية إلى حد الماء حدثت تخيلت البيئة هذا طبعا حق لأن حدثتك مثل ما تفضلت لا تعرف البيئة هو كان بالضبط بتفاصيلها لكن الشخصية طبعا حدثتك لم تتخيلها أطلاقا أكيد تعتمدت على مصادر على مصدرين أساسيا مصدر كتاب عمله إعلامي راحل الطيب محمد الطيب وهذا مصدر مهم جدا دراسة شبه أنتربولوجية عن الشيخ فرح من خلال استنطاق الذين عرفوه وسمعوا عنه أقواله وطريقة حياته وما إلى ذلك هذا الكتاب كان مفيد جدا بالنسبة لي في كتابة الرواية والمصدر الثاني بالمعنى الواسع للكلمة طبقات ود ضيف الله طبقات ود ضيف الله هو حديث عن أسماء في التاريخ السوداني وهذه أسماء كلها تنتمي إلى عالم التصوف وإلى عالم الروحانيات وإلى عالم الغرائبية الحياتية إنجاز التعبير طبعا هنا تتداخل الحقائق مع الخيال يتداخل الحقيقة الوجودية الموضوعية مع الافتراضات الشعبية أو الاعتقادات الشعبية تجاه هذه العناصر ولهذا لا بد من أن يكون هناك فصل إجرائي بين المستويين أي نعم أنا مع أدب الواقعية السحرية وأنا أعتقد بغرائبية الحياة بل أنا أعتقد بغربة الإنسان الرائي الفاهم دائما ولكن في نفس الوقت هناك نسيج واقعي للحياة الاجتماعية ونسيج واقعي للتاريخ ومن هنا أمام هذه المفردات المتنوعة والمتعددة يمكن للسارد أن يلتقط ما هو قمين بالتصوير لهذه اللحظة الحدث وليست مسؤولية الأديب والكاتب ولا مسؤولية الفنان أن يقدم جوابا بحالة من الأحوال كل ما في الأمر أنك يمكن أن تعيد إنتاج هذه المشهدية التاريخية بكيفية معينة لا بد أن تكون أدبية وفنية تحتمل أنساق البناء والتجريب والحداثة وما بعد الحداثة حضرتك بما أنك بنيت الشخصية بنسق أدبي خاص جدا حقيقة واعتمدت ما حضرتك مثل ما تفضلت دكتور قبل قليل على الأسلوب الأفقي الرأسي الرأسي في كتابة الرواية حدثنا ما المقصود بالأسلوب الرأسي في كتابة الرواية وما هي أبعادها الأسلوب الرأسي في كتابة النص أي نص هو الاختزال التكثيف التخيل الزائد التجريب كل هذه الأشياء تتم في هذا الأسلوب الرأسي بمعنى آخر أنه في مساحة صغيرة وفي زمن صغير وفي عناصر غير كثيرة بمعنى آخر شخصية مركزية على سبيل البثال يتطلب المسألة أسلوب رأسي أضرب مثلين على سبيل البثال في الأدب الإنساني أو أربع أمثلة حتى أو ثلاثة أمثلة منها الشيخ والبحر لإرنس همينغوي تستقيم كل هذه الرواية على شخصية الشيخ الذي يذهب إلى البحر لكي يصطاد فقط ليس لدى الكولوني المن يكاتبه لجابريل جارسية مركز وهي رواية قصيرة تتحدث عن شخصية العقيد أورليانو بويينديا الذي كان بطلا في معتعامل العزلة ولكن في أفق بوليفوني في أفق تعددي واسع لكن في هذه الرواية القصيرة كان هو بفرده وذاته أو على سبيل البثال في رواية عمبر رقم ستة لأنتون شيكوف أو في رواية المعطف لجوجول بمعنى آخر أن الاشتغال الرأسي على النص الروايي يعني تماما أن هناك صعوبة حقيقية ولا بد أن تكون اللغة مسعفة اللغة في منتهى الأهمية لأنها اللغة هي التي تستطيع أن تنتشر الكاتب من الفجوات وهنا في مثل هذا الأسلوب الاختزال ما يمكن أن نسميه بالمونتاج الذهني بمعنى آخر التقطيع المشهدي الذي قد يبدو تفكيكا للبنية ولكن في حقيقة الأمر هو تفكيك متصل ومنفصل يعني يشعر القارع بالترابط نعم يشعر القارع بالترابط نعم سواء كانت هناك عتبات عنوين أو لم تكن هناك عتبات عنوين بالتالي يحصل نوع من المصادمة للبعد الدرامي التقليدي في النص الروايي الأفقي النص الروايي الأفقي يفسح البجال للكتابة الاسترخائية والكتابة التي فيها تعدد في الوجوغ وتعدد في الأبطال وتعدد في الأنساء والكتابة التي تسمح بالتوسع إلى حد كبير في الصفحات لكن النص الرأسي صعب في رأي الشخصي وأنا بالنسبة لي تجربة لا أزعم ولا أدعي بحال من الأحوال أني أتميز بها تميزا خارقا للعادة ولكنه تجربة وتجريب وأزعم أنني إلى حد ما هذا النسق أعتبره عتبة انطلاق ربما لكتابات أكثر سعة أو أفقية وأنا طبعا لاستخدم كلمة الرأسي والأفقي ليس في توصيف فقط الكتابة السردية الروائية ولكن حتى في توصيف العمال الفنية بالمعنى الواسع للكلمة مما يتسع له حديث كبير نعم طيب دكتور الندوة أكيد الندوة كان لها أيضا بعد ثقافي مقصود حقيقة يعني هكذا ندوة تناقشتم أنتم الأدباء مع بعضكم من بعض الحضور أيضا حول مضمون ومحتوى الرواية إلى أي مدى كان هناك تفاعل فني أدبي لمسته من الحضور وماذا أردت أن توصل إليهم أو توصل إليهم الحقيقة أنه كان العدد كبير من جهة وكانت هناك مداخلات رئيسية وكان هناك عدم تركيز على البعد التشكيلي يعني هذا لاحظته بشكل أساسي يعني الكل يتحدث عن الرواية ولا يتحدثون عن الفن التشكيلي هذا هذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على أن نحن مخطوفين العرب بثقافة اللغة مخطوفة بثقافة النص الأدبي إلى حد كبير جدا لكن كان هناك فننين تشكيليين عرب وأجانب ممن حضروا وشاهدوا اللوحات وكانت لهم آراء مختلفة وعلى كل حال كان البعد التفاعلي حاضر نحن في الناد الثقافي العربي دائما نحرص على أن يكون هناك آراء متعددة في تقييم الأعمال الأدبية والأعمال الفنية وأن يكون هناك ندوات موازئة لهذه الأعمال على قاعدة الإثراء وهنا لابد أن أقول أمر في غاية الأهمية كل الملاحظات التي وردت أو الأراء التي وردت لها أهمية على الأقل بالنسبة على المستوى الشخصي أعتبر أنه ليس من نص كامل يستحيل أن يكون هناك نص كامل ويستحيل أن يكون هناك نص لا تعتبره بعض الفجوات وهي جهد إنساني اجتهاد في أفق ما خاصة عندما يكون هذا الجهد الاجتهاد مرتبط بمحاولة تعبير بدفق شعوري وبدفق زمني سريع متسارع في هذه الحالة لابد أن يكون هناك بعض الكوابح وبعض الصعوبات نعم طيب دكتور أنا أريد أن نعود حقيقة للوحات التشكيلية أنا قال لي أول مرة اليوم علمت وعرفت بحضرتك فنان تشكيلي وحينما شهدت اللوحات فعلا ما شاء الله عليك دكتور عندك يد فنان رائع هل هذه الهواية سوف نراها كثيرا في الروايات المقبلة؟ هل سوف نرى معارض كثيرة لدكتور عمر عبد العزيز مستقبلية؟ ولماذا الآن؟ لماذا الآن رأينا معارضا لدكتور عمر عبد العزيز من خلال هذه الرواية؟ لماذا الآن خرجت هذه الهواية على السطح؟ اتفقت على السطح مرة أخرى؟ الذي حصل بشكل قدري في حياتي الشخصية أنه تاهت بأيام والأزمنة وفي الكتابات الصحفية وفي الأعمال الوظيفية المختلفة وفي الواجبات المختلفة حتى أنني غادرت التشكيل وغادرت الأدب والحقيقة أن بداياتي الأولى في السبعينات القرن المنصر وفي الستينات كانت الكتابة للمسرح والتدريس تدريس الفنون التشكيلية وعلم الجمال في عدن وكانت لدي معارض شخصية ومشاركات وأذكر أنني حتى في الإمارات العربية المتحدة في عام 1996 كنت مشاركة في المعرض العام للفنون التشكيلية بثلاثة لوحات وبالتالي الذي حصل عمليا أنني غادرت هذه المنطقة ولكنها بقت كامنة في داخلي أشعر الآن بأنني أستعيد هذا الوهج القديم إنجاز التعبير وهذه الأدوات القديمة التي تبلورت في أفق النقد الفني أكثر من أي شيء آخر يعني سلسلة مؤلفات أغلبها في علم الجمال وفي الفن وفي المسائل المرتبطة بالرؤى والمفاهيم العامة فأعتقد أن هذه التجربة على وجه التحديد أعطتني نفحة خاصة وطريقة معينة في التعامل مع أدواتي التعبيرية التي أجيدها وخاصة ما يتعلق بالألوان السهلة الممتنعة كالألوان المائية والألوان الإكريليك بالإضافة إلى كل أنساق الألوان يعني استفدت كثيرا من قراءاتي ومن مشاهداتي التشكيلية ومن تجربتي القديمة التي تقطعت في أفق ما حقيقة دكتور عمر عبد العزيز تشرفنا بوجودك معنا شكرا جزيلا لك رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي رئيس مجال التحيير الرافل طبعا الفنان أيضا التشكيل شكرا جزيلا لك شكرا أعلم بك